تم اتلاف عينات مخصصة للأبحاث العلمية في جامعة طب سويدية مرموقة جمعها العلماء طوال العقود بعد عطل أصاب خلال عطلة عيد الميلاد الثلاجة التي كانت مخزنة فيها حسب ما أعلنت الجامعة اليوم وكانت العينات محفوظة عند حرارة 190 درجة مئوية تحت الصفر داخل خزنات مبردة بالنيتروجين السائل في معهد كاروناسكا الجامعة أوضحت أيضا أن الأكثر تضرر هم الباحثون في مجال سرطان الدم كونهم جمعوا العينات لفضل تصل إلى ثلاثين عام من العاصمة السويدية ستوكولم تنضم لنا الصحفية ديمة الحلوة ديمة أهلا بك ديمة يعني الحادث غير مقنع لنا هنا في الشرق بأن دولة متقدمة زي سويد يمكن أن يحدث فيها هذا الجرم العلمي الكبير بهذه الإهمال أو بهذه الطريقة وكأنه ثمت خلفيات خلف هذه الحادثة نعم كلمة أهمال التي ذكرتها هي مهمة جدا لأن هذا هو ما يتم البحث عنه والتحقيق حوله إذنه لا يمكن لدولة السويد أن تخفل عن تبريد عن نظام التبريد إذا ما كان معطلا في السابق أو لا يعني الذي حصل أنه في عطلة الميلاد تحديدا في يوم 22 ديسمبر مساء 22 ديسمبر حصل عطل في نظام التبريد يعني هناك نظام النيتروجين السائل يتم ضخه بشكل تلقائي كل أربعة أيام ليتم تبريد خزانات الخزانات التي تحتوي على المواد البحثية والتي توصف بالفريدة من نوعها في العالم وهي تحديدا حول الدم هذه المواد تم اتلافها بسبب أنه بعد أربعة أيام الإندارات الموجودة في خزانات التبريد لم تطلق وبعد خمسة أيام تم معرفة هذا الأمر طبعا أول ما بادر إلى الأدهان أنه هل هناك محاولة تخريب هل هذه محاولة تخريب داخلية داخل المستشفى أم من الخارج لأنه لا يمكن لنظام الإندار أن لا يعمل خاصة أن هناك عدة إندارات احتياط وكلها لم تعمل لذلك وفي عطلة الميلاد تحديدا وجرى إبلاغ الشرطة حول الموضوع ويتم التحقيق فيه هم لا يريدون استباق التحقيق والتأكيد أن هناك عمل تخريبي من الخارج أو من الداخل على أمل أن يتم إصدار التحقيق قريبا نتصور أن ما هو ردة فعل العلماء الذين تعبوا أو تابعوا الأبحاث على مدار 30 سنة حينما وجدوا أو اكتشفوا هذه المصيبة هل في أي ردود أفعال؟ هل صرح هؤلاء العلماء الأطباء الباحثون؟ طبعا يعني كارثية يعني جميع المسؤولين في المستشفى من باحثين من دكاترة من مسؤولين يعني هي فقط صحيفة أفتون بلادد من وتلفزيون السويدي من القضاء على هذا الموضوع بشكل مكتف يعني جميعهم مستقون جدا جدا يصفون الأمر بالكارثة لأن هناك عقود من الزمن جرى البحث بشأن هذه المواد الحيوية والبيولوجية المرضى الآن لم يتأثروا ولكن من سيتأثرهم المرضى في المستقبل لأنه كما يقال أن هذه الأبحاث هي فريدة فقط في السوادية تم إجراء وهو هؤلاء العلماء من جميع دول العالم أتوا إلى معهد كارونيسكا وهو معروف معهد كارونيسكا الطبي ليجروا هذه الأبحاث حول الدم لماذا هذه الأبحاث تحديدا؟ هذا هو السؤال المهم والذي يتم التحقيق بشأنه لأنه من غير المعقول أنه فقط هذه الأبحاث الفريدة من نوعها وهذه الأبحاث الموجودة في نظام تبريد في بلد مثل السواد يعني أن يتم إطلافها بهذا الشكل هناك استفهام كبير علمات استفهام كبير حول هذه المسألة كمين أريد أن أشير إلى جانب أن الموضوع كارثي من الناحية الطبية والمعنوية هناك أيضا كمين كارثة من الناحية المادية هناك خسارة بمليار ونصف مليار دولار أيضا نعم أنا أشكرك أكيد في تحقيق علمي طبعا سيتم تحقيق في هذا الحادث ربما الأصابع تشير إلى موفيات الأدوية في هذا الأمر ديما الحلو شكرا جزيلا لك من ستوكولم 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 شكرا جزيلا لك من ستوكولم